ينضم إلينا من القدس المحتلة مراسل الغد أحمد البوديري يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي ييل لبيد قال بأنه لن يخضع أي جندي للتحقيق هل هذا يعتبر ربما تمرد أو رفض إسرائيلي لفتح وإجراء تحقيق بشأن اغتيال المراسلة الصحفية شيرين أبو عاقلة؟ بلا شك إسرائيل لن تتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ولن تخضع أي من ضباطها أو جنودها للتحقيق نهيكة عن الجندي الذي قام بنفسه بإطلاق النار على صحفية شيرين أبو عاقلة في يمايو الماضي هذا في إطار التصريحات الرسمية لرئيس حكومة تسيير الأعمال يئير لبيد الذي قال بوضوح بأنه لن يكون هناك تحقيق مع أي من الجنود ولكن إذا منتقلنا إلى الحكومة القادمة حكومة بن يمين نتنياهو اليمينية المتطرفة المتشددة هل أمور ستكون أكثر تعقيدا بوجود سموتريتش وبوجود بنكفير اللذين يؤيدا قتل الفلسطينيين كما شهدنا على السبيفة قبل عدة أيام في حوارة بدم بارد وبالتالي الحكومة الإسرائيلية واضحة بأنها لن تتعامل ولن تتعاون بأي شكل من الأشكال وأنها اكتفت بالتحقيق ما هي القرارات التي ممكن أن تتخذ من قبل الحكومة القادمة أكثر مما قاله وصرح به يائل لبيد بأنه لن يخضع أي جندي للتحقيق عندما تبدأ هذه المحاكمة إذا بدأت بالفعل وكان هناك بالفعل طلب لمجموعة من الجلسات ببساطة الجانب الإسرائيلي لن يتعاون لن يرسل فريقا ولن يستقبل فريقا لأنك كما تعلم بأن النائب العام في محكمة الهاي هو بحاجة أيضا أن يرسل فريقا قانونيا وذلك للإطلاع على المكان وبالتالي القيام بمجموعة من التحقيقات الخاصة بالمحكمة هذا لن توافق عليه إسرائيل هذه ليست المرة الأولى في السابق أيضا إسرائيل كانت قد منعت مجموعة من الباحثين والإخصائيين التابعين للأمم المتحدة في عدة جرائم ارتكبتها إسرائيل في السابق تحديدا في مناطق قطاع غزة ودائما الدعم الدولي سوف يكون إلى جانب إسرائيل الجانب الأمريكي على سبيل المثال كان واضحا بإتهام إسرائيل وتحميلها المسؤولية ولكنه اكتفى بذلك واكتفى بالتقرير الذي أصدره الجيش الإسرائيلي ولم تمضي قد من الولايات المتحدة بمزيد من التحقيقات رغم أن عائلة أبو عقلي قد ذهبت إلى واشكتن وطلبت أن يكون هناك البدء بإجراءات عقابية ضد إسرائيل هذه القضية ربما سوف تستارق بضع سنوات ولكن التعامل مع محكمة الجنايات الدولية هو مختلف تماما في التعامل مع القضاء الأمريكي لأن الجانب الإسرائيلي يرى ويتهم محكمة الجنايات الدولية ليس فقط في قضية شرين ولكن أيضا في موضوع الجدار الذي تم أخذ فيه قرار قبل أكثر من عقد ونصف عندما كان هناك قرار من الجنائية الدولية بأن هذا الجدار الفاصل هو عنصري ويجب إزالته وإسرائيل لم تتعامل ولم تتعاون ولم تقبل حتى بوصول أي من المحققين التابعين لهذه المحكمة الدولية